بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو إن إحنا نربط المهارات الفنية بالمعلومات المعرفية النهاردة بإذن الله حناخد في تكنولوجيا القشط حناخد المقشطة النطاح في البداية لازم نفرق ما بين العمليات اللي إحنا بنعملها داخل الورش اللي موجودة في المصانع أو اللي موجودة في الأقسام اللي إحنا بنشتغل به يعني إحنا قبل كده كنا بناخد عمليات بتجرى على المخرطة وقلنا إن المخرطة حيتعمل فيها العمليات اللي حكون دايما بتحتاج مني حركة دائرية أو حكون بعمل بيها مجغولات استوانية المجغولات الاستوانية زي المسامير وزي الأعمدة وزي الطرات والفلانشات والأجزاء اللي حنعملها بعد كده تروس وحكون حركتها دائرية طب نفترض إن الأجزاء اللي أنا عايز أعملها أو المجغولات اللي أنا عايز أعملها مش مجغولات استوانية المشغولات دي مثلا مشغولات مسطحة يعني هعمل فيها مجاري هعمل فيها فتحات الأشكال اللي أنا هعملها شكل حرف U فتحات على شكل حرف U أو على شكل حرف V أو أسنان تروس أو جرائد مسندنة وبالتالي أنا محتاج حركة خطية والحركة الخطية اللي موجودة عندنا ممكن أعملها بما كان من اتنين يا إما القطع الخطي ده حيكون على المقشطة أو حيكون على الفريزة بس حكون أداة القطع بتلف حركة دائرية طب النهاردة مستر محمد حتشرح لنا إيه؟ حنشرح المقشطة النطح طب والمقشطة بتعمل إيه؟ بتعمل عمليات قشط يعني اسمها جاي من عملها؟ آه يعني هي اسمها المقشطة عشان بتعمل عملية قشط وكلمة قشط اللي احنا فكرنا فيها باللغة العالمية خالص حلاق إن أنا بزيل أسطح بقشط يعني بزيل أجزاء من الأسطح طب هي اسمها المقشطة النطحة ليه؟ لأن الحركة بتاعتها بتشبه نطح الكباش طب المقشطة النطحة حندرس فيها إيه؟ زي ما تعودنا كده مع بعض دايما إن احنا نبدأ حلقتنا بأسئلة نجاوب عليها من خلال المعرفة اللي حندرسها مع بعض نمر واحد حضرتك لما حتيجي تشتغل على المقشطة النطحة أو أي مكينة حيلزمك ثلاث حاجات نمر واحد تعرف المكينة دي بتشتغل إزاي؟ يعني المقشطة النطحة دي بتتحرك حركة ترددية خطية والحركة الترددية الخطية دي أنا عارف إن كل المكينات اللي راكب عندي بيبقى راكب عليها موتور كهرابي والموتور ده بيطلع لي حركة دائرية يبقى إزا لازم أبقى عارف هو أنا ححول الحركة الدائرية لحركة ترددية اللي حيتحرك بها الجزء الأساسي اللي حيعمل عملية القشط يبقى رقم واحد السؤال الأولاني أنا إزاي حاخد الحركة الترددية من الدائرية علشان أعمل عملية القشط؟ نمر اتنين السؤال التاني أدوات القطع اللي أنا حشتغل بيها اللي أنا حعمل بيها عملية القشط الأدوات دي معمولة من إيه؟ بتتسبت إزاي؟ وإيه اللي بيأثر عليها؟ نمر واحد الحركة وأجزاء المقشطة نمر اتنين أداة القطع والمواد اللي بتصنع منها وبتتأثر بإيه؟ نمر تلاتة وده السؤال التالت بتاعنا النهاردة هو أنا لما حيبقى عندي مشغولات المشغولات دي حسبتها على المقشطة إزاي؟ هل المقشطة فيها جزء بيثبت المشغولات؟ ولا أنا حجيب حاجات أثبت بيها المشغولات؟ طيب هي المقشطة نجاوب بقى على أول سؤال هي المقشطة عندي بتعمل إيه؟ بتشتغل إزاي؟ المقشطة عندي بتتحرك حركة ترددية بتمسك الألم بتاع القشط وتعمل عملية قشط على أسطح المشغولات طيب والمقشطة دي بتعمل قشط كده وبعدين نشير المشغولة؟ لا ده أنا بعمل عملية القشط دي تحركة ترددية ده كده اسمه مشوار وهو رايح يعمل مشوار القطع ويعمل مشوار الرجوع رايح جاي ده اسمه شوت يبقى المشوار الواحد ده اسمه مشوار إنما رايح جاي اسمه شوت تعالوا مع بعض نشوف كده العمليات ونشوف الأجزاء نبص مع بعض المقشاة النطاحة بتتميز المقشاة النطاحة عن المخرطة بحركة أداة القطع ففي المقشطة تتحرك سكين القطع حركة مستقيمة ترددية تنطلق من نقطة البداية فتمر على سطح المعدن مزيلة طبقة منه ويسمى مشوار القطع يبقى أنا دلوقتي ده الألم بتاع القطع وهو رايح لقدام يبقى هيعمل لي مشوار اسمه مشوار القطع طيب وبعدين وبعدين وهو راجع يعمل مشوار الرجوع خلي بالك إن المشوار الفعال اللي فيه شغل هو مشوار القطع والمشوار اللي مفهوش شغل هو مشوار الرجوع طيب تعالى المقشطة النطاحة بتعمل ايه؟ بتعملي تسوية أسطح نمرة اتنين تعمل فتح في المجاري حرف يو نمرة تلاتة تعمل فتح في المجاري حرف في نمرة اربعة فتح المشقبيات نمرة خمسة باستخدام تركيب خاصة أنا ممكن أعمل أعمل فتح في الجريدة المسننة أو أسنان التروس والجريدة المسننة كأن يجاب ترس وعمل لهم فراد طيب تعالى كده نشوف العمليات دي كده مع بعض نمرة واحد تسوية الأسطح ده ألم القشط وهو بيتحرك للأمام بيعمل عملية القشط ويزيل المعدن هنا عندي بيعمل إزالة لجزء من المعدن طبعا يرجع تاني في شوط الرجوع ويروح يحصل هنا تغذية عرضية فيعمل أشط في جزء تاني فيشيل السطح ده كله السمك ده كله على مجموعة من الأشواط يبقى نمرة واحد عندي تسوية للأسطح طيب نمرة اتنين بيعمل فتح للمجاري ممكن المجاري دي تكون حرف يو ممكن المجاري دي تكون حرف في ممكن الشكل ده كده على شكل اللي احنا بنقول عليه الشكل الغنفاري أو الشب منحرف هنا ممكن باستخدام ألم على شكل حرف قل فيعمل لي مجرى هنا كده اسمها مجرى حرف تي طيب نمرة ثلاثة فتح المجاري حرف في بص كده هعمل إيمالة للألم وبعدين أعمل هنا أشط للسطح ويبقى على شكل حرف في بعد كده باستخدام تركيب خاصة هنا ده اسمه جهاز تأسيم جهاز التأسيم ده بيعمل ايه؟ بيجيب لي محيط الشغلة دي يقسمها للعدد من الأقسام المتساوية علشان ألم القشط لما يروح يعمل عملية قشط هنا يعمل لي سنة زي أسنان الترس وبعدين جهاز التأسيم يلفلي الشغلة دي جزء من دايرة عشان يقطع سنة تانية وجزء من دايرة عشان يقطع سنة تالتة وهكذا طيب أجزاء المقشطة ايه؟ أجزاء المقشطة أولاد لازم نبقى عارفين إن أي مكينة موجودة عندي لازم الجزء الأساسي اللي بتتسبت عليها المقشطة بيه بكون اسمه الفرش وبعد كده عندي الجسم بتاع المقشطة اللي هو هيبقى جواسه ندوق السرعات طيب والجسم الأساسي بقى اللي بيتحرك اللي مسك القلم اسمه إيه؟ اسمه التمساح اسمه التمساح كشبه يعني من التمساح اللي احنا عارفينه كلين يبقى أنا دلوقتي أي مكينة أول جزء فيها الفرش وبعد كده الجسم لو رجعنا للمخرطة كان أول جزء اسمه الفرش وبعد كده كان عندي بقية الجسم الغراب السابت والغراب المتحرك طيب أنا لو عايزة مستر محمد أرسم المقشطة علشان الشكل اللي عندي تقيل شوية ومش حعرف أحفظوه طيب تعالوا كده مع بعض نشوف نرسم المقشطة بترتيب عامل إزايش أول هام احنا قلنا أن أول جسم عندي اللي هو الفرش اللي حيتسبت عليه كل أجزاء المقشطة نمرة اتنين جسم المقشطة وده اللي حيكون جواه صندوق السرعات واللي هيديني الحركات المختلفة نمرة تلاتة الصينية والصينية دي اللي حيتسبت عليها الشغلة بعد كده في عندي العمود ده العمود ده اللي أنا بستخدمه عشان أرفع الصينية لأعلى ونزلها لأسفل علشان تديني عمق القطع المطلوب بعد كده عندي التمساح والتمساح ده اللي حيتحرك حركة ترددية علشان يعمل لي أشواط القطع عندي بعد كده الرسمة والرسمة دي اللي حيتركب فيها هنا الألم بتاع الأشط علشان الرسمة دي تديني عمق القطع لأسفل علشان كل شوط من الأشواط تعمل لي عملية إزالة طب جميل أنا لغاية دلوقتي رسمت المقشاطة فرش وجسم والصينية اللي حيتسبت عليها الشغلة والتمساح والرسمة والألم فين بقى الشغلة؟ يبقى عندي المنجلة اللي حيتسبت عليها الشغلة وبعد كده عندي المشغولة اللي أنا هعمل لأعملية القشط يبقى إزالة التمساح ده لو تحرك عندي حركة ترددية كده لليمين واليسار والألم نزل خد عمق قطع داخل الشغلة يبقى التمساح وهو بيتحرك حيخلي الألم يعمل عملية القشط في الشغلة ويبقى بعد كده عندي المطور وده المطور اللي حيديني الحركة بتاعت اللي هي الحركة الدائرية ومن خلال صندوق التروس انا هحول الحركة الدائرية دي الى حركة اي بعد كده هتلاقي ده الشكل اللي موجود عندك لو انت رسمته بطريقة تخطيطية الطريقة التخطيطية دي هي اللي هتيجي وتعمل عندك شكل المقشطة بحيث ان شكل المقشطة ده هو اللي هتقدر من خلاله ان انت ترسم الرسم بتاعك كرسم تخطيطي بحيث ان انت تقدر تعمل كل الاجزاء اللي موجودة تعالى بعد كده نشوف نظرية الحركة احنا اتفقنا مع بعض ان الحركة الرئيسية اللي موجودة عندي هي حركة دائرية فانا عندي الفلانشة دي وفيها المصمار ده المصمار ده اكيد الفلانشة دي وهي بتلف المصمار ده هيتحرك معي حركة دائرية طب والحركة الدائرية دي انا ازاي هحولها الحركة ترددية اه انا عندي هنا الزراع ده الزراع ده زراع ممسوك من الاسفل وفي الفراغ اللي احنا شايفينه ده المصمار اللي راكب في الفلانشة الدائرية ديت معدي من داخل الفراغ طب اذا دي الفلانشة الدائرية دي لو بدأت تعمل عملية دوران هنا عملية الدوران دي مش المصمار ده هيلف معها اه طب المصمار ده هيبدأ ياخد الزراع ديت ويشدها معا لناحية تانية لما المصمار يجي هنا اه يبقى انا لو عملت عملية دوران دلوقتي هيبدأ الزراع ده يلف ويجي معايا الناحية تانية جميل طيب والمصمار ده لو الفلانشة دي كملت دوران مش هو هو رجع لورا حيرجع الزراع ده تاني اه حيرجع الزراع ده تاني بس خلي بالك بقى خلي بالك معايا ايه انا قلتلك في اول الحلقة ان انا شوط القطع شوط فعال يعني لازم يبقى ماشي ببطء. علشان ما يحصلش خسائر في اداة القطع او يحصل خسائر في المكنة. فلازم يبقى شغال بالراحة. طيب وشوت الرجوع? شوت غير فعال. وبالتالي يرجع بسرعة. لانه مش هيسبب لي في اي مشكلة. خلي بالك كده شايف القوس الكبير ده? القوس الكبير ده كان في شوت القطع. والقوس الصغير ده كان في شوت الرجوع. يبقى هنا التمساح ده هياخد وقت كبير. وهو رايح في شوت القطع. وياخد وقت قليل في شوت الرجوع. عشان كده بنقول دايما ان انا عندي الرجوع هنا بيكون رجوع سريع. هنا كده استفدت ايه? استفدت استفدتين. ان انا حولت الحركة الدائرية الى حركة خطية. بقت دلوقتي حركة خطية ترددية. دي نبرة واحد. اللي استفادت تانية ان شوت القطع عشان شوت فعال. فبدأت احرك الاجزاء بتاعتي ببطء. عشان كده خدت محيط قوس كبير. وفي شوت الرجوع خدت محيط قوس ايه? صغير. وبعد كده نشوف مع بعض الشكلة هو اللي موجودة عندي. يبقى ده الزراع. والزراع بتاعي لما هيتحرك. هيبدأ يروح في الجهة التانية. او ازا كان هيروح راسي التمساح بتاعت يمين او شمال. ويبقى شوت القطع بياخد مسافة كبيرة. وشوت الرجوع بياخد مسافة ايه? صغيرة. طيب. انا دلوقتي الزراع ده وهو رايح يمين وهو رايح شمال. لما حاولت الحركة الدائرية بتاعتي لحركة ترددية بدأ ياخد التمساح بتاعي ده يمين وشمال. مثلا هنا في الشمال عشان الشغلة موجودة هنا يبقى ده شوت القطع. وحركة اليمين هتبقى شوت الرجوع. طب افرد انا دلوقتي القلم بتاعي ابتدى من هنا وانتهى هنا في نص الشغلة. يبقى كده ما كملش الشوت للاخر. هنعمل ايه? بصوا كده ده التمساح بتاعي. شايفين العمود اللي موجود زجزاج ده? ده عمود مقلوز. ومربوط باليد دي دي يد مرفقية. بحيث ان انا لما لف اليد دي حركة دائرية العمود المقلوز ده حيلف حواليه نفسه. فيه عندي هنا الجزء المظلل ده اللي بيكون عندي عبارة عن كتلة مقلوزة زي السامولة. يبقى انا لو حركت اليد دي التمساح ده كله حيتحرك معي للخلفة او للامام بس طول الشوت زي ما هو. بس كل الحكاية ان انا حقدر ارجع التمساح بحيث ان قلم القشط يبدأ قبل الشغلة وينتهي بعد الشغلة. يديني مسافة سماح قبل بداية القشط ومسافة سماح بعد نهاية القشط. يبقى انا حلف الزراع ده علشان بس احرك التمساح بتاعي عشان احدد بداية الشوت ونهاية الشوت. هنا التمساح كان قريب فبعدتوا شوية عن الشغلة او قربتوا من الشغل. يعني ممكن اخد. بصوا كده الزراع هنا كانت في بداية التمساح. انما الزراع هنا بقى في النهاية الايه التمساح. طيب لما اجي اشوف عندي العوامل الواجب مراعيتها في عمليات القشط. قبل كده اتفقنا وقلنا مع بعض ان انا في مجموعة من العوامل. العوامل دي لازم ناخد بالنا منها. العوامل اللي لازم اعملها اواخد بالي منها في عمليات القشط. عندي تلات عوامل اساسية. والتلات عوامل دي كلها التترتب على بعض. العوامل دي زي التغذية. والتغذية دي اللي انا بعمل فيها ايه? انا عندي قلم القشط. هيعمل هنا عملية قشط. بس القلم سمك قليل. والشغلة عندي سمكها عريض. وبالتالي لما هيعمل هنا عملية قشط. هيقشط جزء ارفيع بس. طب انا عايز اقشط بقية السطح هعمل ايه? يبقى انا بعد القلم ما يروح يقشط. ويرجع احرك له الشغلة. يقشط. ويرجع احرك له الشغلة. يقشط ويرجع احرك له الشغلة. هي دي اللي اسمها التغذية. يبقى التغذية دي هي الحركة اللي بتتحركها الشغلة. حركة عرضية بتتحركها الشغلة مع كل شوط من اشواط القاطع. حركة عرضية مع كل شوط من اشواط القاطع. طيب و ايه تاني? يبقى دي اسمها التغذية. التغذية هي الحركة العرضية اللي بتتحركها الشغلة مع كل شوط من اشواط القاطع. طب ايه تاني? عندي عمق القاطع. عمق القطع يعني المسافة اللي بيتغلغلها الألم داخل المعدن طب والمعدن للألم لما يتغلغل حيشيل سمك قد ده السمك ده اللي هو سمك الريش يبقى أنا ممكن أقول التغذية هي المسافة اللي بيتغلغلها الألم داخل الشغلة أو أقدر أقول هو سمك الريش المزال في كل شغط يبقى نمرة واحدة عندي التغذية عمق القطع هو سمك المعدن المزال نمرة ثلاثة تغزية وعمق قطع عندي سرعة القطع وسرعة القطع هنا ما بتتأس بسرعة التمساح أو بالسرعة الدورانية للمطور إنما بتتأس بطول الريش المقطوع في الدقيقة بطول الريش المقطوع في الايه؟ في الدقيقة طب أنا لو عندي عوامل بيترطب عليها عملية التغزية إيه هي العوامل الواجب مراعتها؟ قلتلك قبل كده في تكنولوجيا الخراطة عندك خمس حاجات الخمس حاجات لازم تحفظهم علشان كلهم مترتبين على بعض إيه هم؟ نمرة واحد التغزية نمرة اتنين عمق القطع نمرة ثلاثة سرعة القطع نمرة أربعة نوع معدن الشغلة نمرة خمسة نوع معدن أداة القطع ليه يا مستر محمد بتقول لنا إن دول مترتبين على بعض؟ عشان لو الشغلة صلبة يبقى لازم استختار لها تغزية قليلة لو الشغلة لينة أو طرية لازم أختار لها تغزية كبيرة أو متوسطة لو الشغلة أو ألم القطع صلب جداً وصلبته عالية أعلى من الشغلة ممكن أخذ سرعة قطع عالية لو المعدن بتاع الشغلة وبتاع أداة القطع صلبين هشتغل بتغزية متوسطة يبقى كل دول مترتبين على بعض عشان كده قلت لك إيه؟ قلت لك عندك تغزية وعندك عمق قطع وعندك سرعة قطع ونوع معدن الشغلة ونوع معدن أداة القطع لو قلت لك العوامل اللي بترتب عليها التغزية شيل كلمة التغزية وقول الباقي لو قلت لك العوامل اللي بتوقف عليها عمق القطع شيل كلمة عمق القطع وقول الباقي العوامل اللي بيتوقف عليها سرعة القطع شيل سرعة القطع وقولي لايه وقولي الباقي تعالوا مع بعض نشوف العوامل اللي موجودة عندي في عمليات القشط نمرة واحد التغذية وقلنا ان التغذية هي المسافة العرضية التي تتحركها الشغلة بعد كل شوط من أشواط القطع هي المسافة العرضية التي تتحركها الشغلة بعد كل شوط من أشواط القطع نمرة اتنين عمق القطع وهو سمك الريش لكل شوط أو المسافة اللي بيتغلغلها القلم داخل الشغلة في كل شوط نمرة ثلاثة سرعة القطع هي طول الريش المقطوع في الدقيقة نشوف العوامل اللي واجب مراعتها عند اختيار التغذية اللي هم الخمس عوامل وممكن تزود عليهم سائل التبريد وحالة المكينة العوامل عند اختيار التغذية يبقى نمرة واحد سرعة القطع نمرة اثنين عمق القطع نمرة ثلاثة نوع معدن الشغلة نمرة اربعة نوع معدن اداة القطع نمرة خمسة سائل التبريد لان سائل التبريد اللي موجود عندي بيقلل الاحتكاك بيصرب الحرارة الموجودة بسرعة وبالتالي بيساعد عملية التشغيل لو انا بشيل عمق قطع كبير او عندي سرعة كبيرة تعالى بعد كده نقول ضبط مقدار التغذية انا عندي التغذية اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي حتكون حركة الشغلة حركة عرضية مع كل شوط من اشواط القلب ده جهاز التغذية الاوتوماتيكي الطارة المدورة دي الطارة دي اولاد بتلف حركة دورانية مع العمود الدوراني اللي بيدي الحركة للتمساح يبعى على طول الطارة دي او القرس ده عمال بيدور طول ما المكانة شغالة طول ما في عملية قشط طب لاحظ كده ان الزراع ده اللي اسمه زراع الشوط ان الزراع ده مش متركب على مركز القرس مش متركب على مركز الطارة ده معناه ايه؟ ان طالما مركز الزراع ده مترحل عن مركز القرس كلما القرس ده حيتحرك حركة دورانية الزراع ده حيتحرك حركة ترددية مرة لقدام طول ما المركز ده موجود لأعلى حيتحرك لقدام واول ما ييجي لتحت وبيتحرك كده حتلاقي ان الزراع ده بيرجع وراء يبقى الحركة الدورانية دي كبت الديني مرة دافعي للأمام ومرة دافعي للخلف مرة دافعي للأمام ومرة دافعي للخلف طب انا لسه الغدلوقتي مخدتش التغذية شايفيني اولاد الجزء المربع ده ده العمود اللي راكب عليه الصينية بتاعة المقشاطة الصينية اللي متسبت عليها الشغلة يعني العمود ده انا لو لفيته الصينية حتتحرك لليمين او للشمال على شمت الديني التغذية جميل اوي يبقى قرص التغذية ده القرص ده وهو بيلف حركة دورانية عن طريق المرفق ده طالما راكب ما هواش على المركز بتاع الدوران مترحل نقول عليه مرفق يومي الديني مرة دافعي للأمام ومرة دافعي للخلف مرة دافعي للأمام ومرة دافعي للخلف بس وهو بيدفع للأمام فيه هنا سقاطة العمود بتاع التغذية راكب معه ترس فهو ده بيدفع للأمام السقاطة حتزق السنة دي القدام يبقى العمود حيلف حوالي نفسه يقوم يديني تغذية يديني دافعي للأمام السقاطة دي حتتحرك للأمام يقوم يديني مسافة تغذية فواحد من ولادنا بيقول لي كده سامعه كده حاسس كده بولاد الشاطرين حيقول لي مستر محمد ما هو ده دلوقتي لما بيتحرك للأمام ما هيزق الترس ده القدام يديني حركة التغذية يعني حيحرك الشغلة بالعرض مثلا ثلاثة ميلي طمه ممكن بقى والزراع ده بيتحرك للخلف يرجع الترس تاني أقول له لأ السقاطة دي معمول فيها شاطف الشاطف ده بيخليها تزق الأمام الترس إنما هو راجع يعمل عملية تفويت زي بالزبط كده انت لما بتزق العجلة البدالة بتاعت العجلة برجليك وانت بتزق القدام العجلة بتتحرك الأمام إنما لما بتيجي ترجع العجلة الورى أو بترجع البدالة الورى ما بيرجعش ترس العجلة الورى يبقى إذن دلوقتي القرس ده وهو بيتحرك حركة دورانية حيعمل الزراع ده دفع مرة للأمام ومرة دفع للخلف مرة للأمام فالسقاطة تزق الترس تديني حركة التغذية وترجع ورى يكون الألم بتاعي خلص الشوت وراجع تقوم تديني كمان لفة فتديني تغذية وتبقى دي تغذية أوتوماتيكية نروح بعد كده أولاد لطرق تثبيت الشغلة طبعا إحنا في المكينة في المخرطة علشان المشغولات بتاعتي مشغولات استوانية فأنا بثبت الشغلة دايما على جزء حيتحرك حركة دورانية إنما هنا في المقشطة الحركة الرئيسية بتاعتي هي ألم القشط الحركة الرئيسية هي ألم إنما الشغلة بتاعتي بتكون ثبتة إلا الحركة التغذية وبس طب أنا دلوقتي لما حاجة ثبت شغلة الشغلة دلوقتي حتتثبت من حيث الشكل بتاعها حتتثبت من حيث الشكل بتاعها يعني لو الشغلة بتاعتي شغلة منتظمة متوازي مستطيلات مثلا حربطها على المنجلة طيب إذا كانت الشغلة بتاعتي شغلة استوانية آه مستر محمد ده الشغلة لو الشغلة استوانية مقتحة دائري و جيت أربطها على الفكين بتاع المنجلة ممكن تسيب مني أو ممكن تتحرك أثناء ما القلم بيعمل فيها عملية القشط لأن فيه احتكاك وفيه قوة قطع كبيرة آه يبقى على طول تحط في ذاكرتك إن أي شغلة مقتحة استواني طالما عايزة يتعامل لها تثبيت على مكانة غير المقراطة بتتثبت على المقشطة يبقى لازم أجيب كتلة حرف فيه يبقى فيها السبعة دي فيه وحط الشغلة عليها واضغط على الشغلة وابدأ أعمل عملية القشط من الجزء اللي مش معمول فيه عملية الإمساك أو الربط يبقى أنا أي شغلة استوانية حمسكها بكتلة حرف فيه طيبوا لو مش استوانية يعني متوازي أضلاع مكعبة لو صغيرة حربطها على المنجلة لو كبيرة ممكن أربطها على الصينية من خلال مصامير طيب والمنجلة بتاعتي اللي الاسم العلمي بتاعها ملزمة ممكن المنجلة تكون منجلة عادية خالص أعمل بي عليها عملية قشط ممكن تكون مركزية لأن أنا ممكن أكون محتاج إن الشغلة بدل ما هيحصل فيها عملية قشط مثلا طولي كده أنا عايز قشط زاوي فأنا مش هقدر أخلي التمساح بتاعي بدل ما بتحرك حركة طولية أخليه يتحرك بميل وما لا ميل مين أميل الشغلة يبقى عندي لازم ملزمة أو منجلة مركزية تقدر تتحرك طب افرد أنا عايز أعمل عملية القشط بميل كده يبقى أنا لو عايز أعمل بميل يبقى حاجيه بمنجلة عامة اللي تقدر تديني دورانات وتقدر تديني ميل علشان أتحرك وأعمل فيها كل عمليات القشط اللي أنا محتاجها تعال نشوف مع بعض طرق تثبيت الشغلة على المخشطة نمرة واحد من طرق تثبيت المنجلة العادية نشوف كده مع بعض حنثبت ايه المشغولات على المنجلة ازاي نمرة واحد المنجلة العادية والمنجلة العادية دي بتكون عبارة عن فك ثابت وفك متحرك عندي المنجلة بتاعتي علشان أعمل عليها عملية التثبيت عشان أحط الشغلة يبقى عندي فك ثابت حيسند الشغلة وفك متحرك هو اللي حيتحرك عشان يعمل عملية الامساك طب الفك المتحرك ده معمول ليه عشان الشغلة لو صغيرة يروح الفك يمسك عليها لو الشغلة كبيرة يتحرك برضو الفك المتحرك يبقى أنا عندي المنجلة بتاعتي في الغالب المنجلة العادية خالص فك ثابت وفك متحرك إنما المناجل المختلفة والمتطورة ممكن يبقى عندي الفكين هم بيتحركوا مع بعض عشان يديني مركز زي موجودة تعالوا نشوف مع بعض كده عملية التثبيت على المشاطة باستخدام المناجل نمرة واحد من طرق التثبيت نمرة واحد المنجلة العادية يقولنا المنجلة العادية هيبقى عندي فك ثابت وفك متحرك وعندي هنا عمود طالما عمود ما ألوز نقول عليه الفتيل بحيث إن أنا ما أعمل حركة دورانية يعمل عملية ربطة على الشغلة اللي حكومة بين الفكين طيب نمرة اتنين أقدر أعمل عملية التثبيت من حلال المنجلة أو الملزمة المركزية المنجلة دي يا أولاد الفكين بيتحركوا وبحط الشغلة في النص ما بين الفكين إنما واخدين بالكم من القرص الدوراني ده يعني ممكن أعمل عملية دوران للشغلة عشان أي زاوية أنا عايزة أعملها فيها طيب نمرة تلاتة عندي عملية التثبيت باستخدام الكتلة حرف V اتفقنا مع بعض طالما الشغلة اللي موجودة عندي شغلة دورانية يبقى لازم أثبت باستخدام كتلة حرف V علشان الكتلة الحرف V ديت هتعمل عملية تثبيت للجزء الدوراني ومش هتخليه يتحرك من مكانه طيب لو أنا جيت دلوقتي بقى وعايز أعمل عملية ميل يبقى هستخدم المنزمة أو المنجلة العامة خلي بالك دي منجلة أنا قدرت من هنا أعمل لها عملية ميل فيها فك ثابت وفك متحرك هعمل لها عملية ميل علشان لو عايزة أعمل عملية قشط بميل زائد إن فيها قرص برضو ممكن أعمل لها عملية دوران يبقى خدت كل الاتجاهات وكل الميول وكل الزوايا اللي أقدر أعمل بها عملية التثبيت طيب نروح بعد كده أنواع أقلام القشط أقلم القشط اللي أنا بعمل بها عمليات القشط طبعا أنا ممكن كل ألم مهما اختلفت العملية اللي أنا بعمل بها عملية القشط ممكن يكون الألم ده أنا باستخدمه في عمليات التخشين في عمليات التنعيم وكل عملية لأن أنا طبعا كل لما حشيل عمق قطع كبير حتكون العملية عندي عملية تخشين وكل لما حشيل عمق قطع قليل حتكون العملية عندي عملية تنعيم بس الأقلام لازم تبقى عارف أن أنا عندي أقلام حعمل بها عملية قشط خارجي وقشط داخلي داخلي يا مستر محمد آه داخلي هو أنت مش بتشوف لما يكون عندي ترس بيبقى التقب بتاعه دوراني سامع ولادي اللي بيقولولي ده تقبوا دوراني حيتعمل على المخرطة بس لازم حيكون عندي مجرى علشان لما ركب أعمدة بنركب عليها الأجزاء اللي بتثبت الأعمدة في الطراط اللي اسمها الخوابير طيب يبقى المجرى دي محتاجة ألم يخش داخل الشغلة يخش داخل الايه؟ الشغلة يبقى الأقلام عندي عندي أقلام خارجية وأقلام داخلي والأقلام عندي طبعا لما حاجة استخدمها لازم يبقى أنت بتصنف الإقلام اللي عندك من كذا اتجاه ايه بكذا اتجاه؟ نمرة واحد تصنف الألم من خلال المعدن اللي حيتصنع منه نمرة واحد نمرة اتنين حتصنف الألم من خلال زوايا القطع اللي موجودة عندك اللي احنا اخدناها قبل كده زاوية الجرف زاوية زاوية الخلوص زاوية السن جرف وسن وخلوص يبقى حصنفه من حيث العمليات اللي هشتغل فيها خارجي أو داخلي حصنفه من خيث إذا كان ألم تخشين أو ألم تنعيم حصنفه من حيث الزوايا حصنفه من حيث المعدن اللي مصنوع منه الألم تعالوا نشوف مع بعض الحاجات دي أنواع أقلام القشط بتشبه أدوات القطع المستخدمة على المقشطة مثل المستخدمة على المخراطة فهي ذات حد قاطع واحد ومن نفس مواد القطع طيب يلا بينا نشوف تصنيف أدوات القطع من حيث معدن القطع نمرة واحد نفس المواد اللي عملنا منها أقلام الخراطة فولاز عالي الكربوني اللي هو الصلب الكربوني نمرة اتنين فولاز السرعات العالية اللي هو صلب السرعات العالية نمرة تلاتة فولاز المقصة أو الفدية اللي بنسميه الكربدات اللي احنا بقوله على الكربدات الملبدة نمرة اربعة الماس الصناعي والماس من أصلب المعادن طيب نيجي بعد كده ونشوف تصنيف أدوات القطع من حيث الاستخدام أنا عندي قشط والقشط ده هيكون قشط خارجي والقشط الخارجي ده ممكن يبقى سطحي زي ده كده يعني أنا بعمل عملية قشط في سطح فبقول ويمكن أن تكون سككين كاملة أو لقما تركب بواسطة حوامل يعني ده سكينة كاملة أو ألم كامل أو ممكن يكون حامل ومركب فيه جزء صغير تمام؟ فمنها ما هو مخصص لقشط السطوح المستوية الأفقية ومنها ما هو مخصص للسطوح العمودية أو فتح المجاري هنا أنا بقشط سطح عمودي جانبي بقشط كده من الجنب وأنا نازل لتحت ومنها ما هو مخصص لإيه؟ أن أنا أعمل مجاري طيب القشط الداخلي القشط الداخلي أولاد عشان هنا إحنا اتفقنا أن أنا حعمل هنا مجرى فأنا القشط الداخلي ده علشان أعمل عملية قشط في الداخل لازم الألم بتاعي يكون مركب على حامل الحامل ده قطره أكيد أقل من القطر الداخلي للشغلة علشان ده حامل وده حامل استواني بنقول عليه شاقة والشاقة دية هي اللي حتشيه للألم ويبدأ يعمل عملية القشط فالقشط الداخلي ده غالبا لقما من فلاز السرعات العالية أو الفدية المجهزة حسب القطع المطلوب تركب على المخشطة بواسطة إيه؟ حامل القشط بواسطة حامل إيه؟ القشط خلي بالك أولاد ده حامل وده الشاقة إنما ده الألم جزء صغير خالص حيركب فيه كده نقدر أخش في الأجزاء الداخلية للمشغولات أعمل فيها عملية القشط طيب تعال نروح بعد كده لزوايا إيه؟ القشط الرئيسي دي شغلة والألم بتاعي حيبقى رأسي وحيتحرك حركة رددية يبقى أكيد الزوايا التلاتة الأساسية الزاويا اللي قدام دي اللي دايما بتشير المعدن حنقول عليها إيه؟ آه برافو عليكم الزاويا دي اسمها زاوية الزاوية الزاوية الجرف وزاوية الجرف دي المسؤولة عن انزلاق الرايش وأكيد زي ما اتفقنا وقلنا مع بعض فيه تكنولوجيا الخراطة إن زاوية الجرف دي بتكون كبيرة في المعدن الطرية بتكون متوسطة في المعدن متوسطة الصلابة بتكون قليلة في المعدن الصلبة جدا يبقى أول زاوية دي هي زاوية الجرف ودي المسؤولة عن انزلاق الرايش بتزداد في المعدن الطرية وبتقل في المعدن النشفة تاني زاوية زاوية الخلوص اللي بتعمل مسافة ما بينها وما بين الشغلة عشان الالم ده هو بيتحرك حركة ترددية يحصل ايه اولاد يقل الاحتكاك ما بين الايه يقل الاحتكاك ما بين الالم وما بين الشغل نمرة ثلاثة يبقى زاوية الخلوص دي منع الاحتكاك نمرة ثلاثة عندي زاوية السن وهي الزاوية المحصورة ما بين زاوية الجرف وما بين زاوية الخلوص وطبعا زي ما انتوا شايفين كده زاوية الجرف دي لو كبرت اكيد زاوية السن حتقل ولو زاوية الجرف قلت أكيد زاوية السن حتزيد طب خلي بالك لأن دي فيها معلومة مهمة جدا هو أنا دلوقتي لو زاوية الجرف كبرت مش زاوية السن حتقل آه يعني كده لو زاوية الجرف كبرت معناها أن المعدن عندي طري وطالما المعدن طري يبقى مش هيأثر على الألم بإجهادات كبيرة مش هيأثر على الألم ويحاول كسره جميل طيب لو زاوية الجرف قلت اللي بتشيل المعدن أكيد زاوية السن حتقبر ماهل لو قلت زاوية الجرف ده معناها أن المعدن إيه؟ معناها أن المعدن صلب ولما تقل زاوية الجرف أكيد زاوية السن دي هات بقت كبيرة ولما حتبقى كبيرة حتبقى متحملة للإجهادات اللي بتقع على الألم طيب تعالوا مع بعض كده نشوف تاني نمرة ثلاثة زاوية الخلوص وزاوية الخلوص اللي موجودة عندي اللي احنا اتفقنا اللي هي ايه؟ بتقلل الاحتكاك زاوية السن هي الزاوية المحصورة ما بين سطحي الحد القاطع وبتتوقف على ليونة الايه؟ المعدن الأقلام بتاعة المقاشط بتتسبت دايما على الرسمة اللي موجودة في التمساح عن طريق حامل ألم عن طريق حامل إيه؟ عن طريق حامل ألم وخلي بالك إن أنا لو الألم ده بيعمل عندي عملية قشط خارجي يبقى القلم حيبقى ظاهر بر إنما لو بيعمل عملية قشط داخلي أكيد أنا حبقى جايب له حامل بحيث إن القلم ده يبقى جزء صغير والحامل ده هو اللي حيقدر يدخل جوه الشغلة الحامل ده هو اللي حيقدر يدخل جوه الايه؟ جوه الشغلة تعالوا مع بعض كده نشوف مع بعض إحنا حنسبت الأقلام دي إزاي نبصوا مع بعض تثبيت أقلام القشط تثبيت الأقلام الخارجية الألم اللي حيبقى بيتثبت في الخارج حيبقى عندي هنا عن طريق مربط ده كده اسمه مربط أولاد بصوا كده معايا ده الرسمة الرسمة دي بتتحرك حركة رأسية عشان لما تنزل لتحت تديني عمق القطع وتعمل عملية تغلغل للألم اللي موجود هنا في المربط وتنزل سنه داخل الشغلة يبقى المربط ده دلوقتي حيتحط هنا في الجزء الفراغ فيه ده الألم ويبقى الألم ده موجود كده رأسي وتبدأ التمساح ياخد الرسمة وياخد الألم ويتحرك به الحركة الأمامية ويرجع به للخلف بس تخلي بالك من حاجة المربط ده موجود في ساند والساند ده فيه هنا مصمر وفيه هنا مصمار المصمر ده موجود في جزء مقوس هنا ليه؟ لأن ممكن الساند ده كله الجزء الساند ده كله بالشق الدائل ده ممكن نعمله عملية إيمالة لما نعمله عملية إيمالة ليمين أو اليسار حيخلي الألم بدل ما هو عمودي ورأسي يبقى ما يلبزاوية لليمين أو للشمال علشان عملية القشط مثلا لو أنا بعمل لعملية قشط في مجرى حرف V ومجرى اللي يلغي مفاري اللي على شكل شبه منحرف يبقى أنا نمر واحد خلي بالك معايا فيه شقين هنا في الحامل اللي موجود عندي الساند ده كله موجود فيه الشق الدائري ده ليه؟ علشان أقدر عملله عملية إيمالة ليمين أو لليسار عشان أميل الألم ده كله لليمين أو اليسار طيب والمصمر ده موجود ده ليه مستر محمد أقولك لي لأن ده وظفته مهمة جدا الألم اللي مربوط من هنا وهو رايح نقول نشط الأولاني ده شط فعال فوهو رايح بيعمل عملية القشط طب وهو راجع المفروض انه ما بيعملش عملية قشط فبيحصل إيه؟ الألم بيحصل انه بيخبط في الشغلة يقوم الجزء ده كله يترفع لأعلى يقوم الألم ما يحتكش بالشغلة يبقى أنا وانا رايح الألم هيبقى رأسي إنما وانا راجع الألم هيحصل له إيمالة عشان ما يحتكش طب ده لو ألم محتاج ربطه صغير حيتعرض لإجهادات صغيرة حيتعرض لقوة قطع قليلة طب لو حيتعرض لقوة قطع كبيرة قالك حجيب هنا المربط بتاعي في سانة كبير وحعمله عملية الربط عن طريق رابط سككين هنا السكينة بتاعتي كبيرة حتتعرض لإجهادات كبيرة وبالتالي الرابط اللي موجود عندي هنا لازم حيتربط بص هنا كان حيتربط بمصمر واحد إنما هنا مربوط بمصمرين من فوق ومربوط بمصمرين من تحت علشان أزود قوة الرابط اللي موجودة طب الألم اللي هنا كان بيتم إيمالته لليمين ولليسار الألم اللي هنا مش حيميل لا برضو حيميل خلي بالك الساند هنا مربوط بإيه بمصمر واحد إنما هنا مربوط بكم مصمر بمصمر ايه ده دليل على إن ده حيتعرض لقوة قليلة وده حيتعرض لقوة إيه كبيرة عشان كده الساند بتاعي لازم يكون نمرة واحد بتوفر في عملية الربط الجيد لأداة القطع علشان ما يحصل لهاش كسر أو يحصل لها إجهادات وتخلص مني يعني إيه تخلص مني يعني العمر اللي افتراضي بتاعها يكون طويل ما يكونش قليل نمرة اتنين إن أنا قال للقوة والإجهادات اللي بتحرك ليها القلم يبقى القلم لو اتربط كويس حيطربط هنا لو بيتحرض لإجهادات وقوة قليلة هنا حيطربط بشكل كبير علشان لو حيتعرض لإجهادات وقوة كبيرة طيب دي كده الأقلام اللي ايه الخارجية يعني اللي حتعمل عمليات قشط خارجية زي عمليات تسويت الأسطح زي عمليات فتح المجاري حرف تي وحرف يو والمجاري الغنفاري والمجاري ايه زي المجاري بتاعة الخوابير اللي حتتعمل في الأعمدة طب أنا لو حعمل مجاري خوابير في شغلة استوانية يبقى أنا لازم أجيب الأقلام بتاعة التثبيت الايه التثبيت الداخلي خلي بالك ده حامل للألم ودي كمان شاءة طويلة الشاءة الطويلة دي برضو حامل للألم وعلشان ايه بص خلي بالك دير فاعة بص الألم بتاعي صغير قد ايه الألم بتاعي ده السن ده بس اللي حيعمل عملية القطع السن ده اللي حيعمل عملية الايه القطع يبقى السن ده اللي حيعمل عملية القطع يبقى أنا عايزة دخل السن ده داخل الشغلة طب بصوا كده معاية يا ولات أنا عندي دلوقتي الشغلة بتاعتي شغلة دائرية فيها تقب التقب ده اللي انا حعمل جواه التشغيل يعني التقب عامل كده طيب التقب ده استحاق للألم ده كله يخش جواها فبعمل ايه بجيب شاءة الشاءة ديت عبارة عن حامل للألم وبركب فيها ألم صغير تقوم الشاءة اللي هي الحامل شايلة الألم وتبدأ تخش جوا الشغلة ونزل كل شوية السن بتاعي القلم حركة رأسية يوم يعمل عمق القطع بتاعي ويزيل عملية يزيل الرائش بعملية القشط زهابا وقيابا يبقى أنا كده قدرت إن أنا أعمل عملية قشط عملية القشط ديت أولاد بقت حركة ترددية قدرت إن أعملها من الخارج وقدرت إن أنا أعملها من الداخل طب أنا أولاد دلوقتي لو أنا جيت وأنا شغال على المقشطة بقى عندي مجموعة من العوامل اللي لازم أكون واخد بالي منها إيه هي العوامل دي لازم نمر واحد أكون ملم بكل الطرق اللي حشتغل بيها على المقشطة يعني أنا المقشطة موجودة عندي المقشطة دي أنا عارف إنها مقشطة نطاحة المقشطة نطاحة بقيت عارف إنها بتعمل عملية قشط للأسطح الخارجية والداخلية حعمل بيها مجاري يبقى نمر واحد أكون ملم بكل طرق التشغيل عارف الأياد اللي موجودة عندي الأياد اللي بتحرك التمساح حركة ترددية عارف مكان الأياد اللي حتعدلي بداية ونهاية الشغط بتاع القشط عارف الأياد اللي موجودة على الرسمة اللي حتديني حركة رأسية عشان تديني عمق القطع في كل وش عارف الأياد اللي حتحرك التغذية يبقى نمر واحد لازم أكون ملم بكل طرق التشغيل اللي موجودة على المكانة نمر اتنين أكون ملم بكل الأجزاء نمر تلاتة متأكد من الوصلات اللي موجودة وصلات الحركة اللي أنا عم ممكن أخد بها تغذية أوتوماتيكية ما جيش مثلا نشغل المقشطة ولا إيها شغالة تغذية أوتوماتيكية لوحدها لازم أتأكد من الأياد دي أن ما فيش تغذية وأنا اللي أزبط التغذية وأزبط معدل التغذية إن أنا أكون بزبط معدلات التغذية وعمق القطع على حسب نوع معدن الشغل اللي موجود وعلى حسب نوع معدن أداة القطع اللي أنا بستخدمها عندي ألم الألم ده ممكن يكون صلب كربوني صلب السرعات العالية الكربيدات الملبدة السيراميك أو الماس والسيراميك ده مش المواد الخزافية ده بنسميه المعادن الخزافية هو معدن اسمه معدن السيراميك يبقى أنا من خلال ما أنا عارف نوع معدن أداة القطع ونوع الشغلة هختار نوع معدن أداة قطع يناسب عملية القطع اللي أنا شغال بيها نمرة ثلاثة إن أنا لازم أختار سرعة القطع المناسبة يعني سرعة القطع المناسبة ما يكونش الحركة بتاعتي سريعة وأنا المعدن عندي صلب جداً وناشف جداً لازم تكون الحركة بتاعتي بطيئة وسالسة في المعدن الناشفة ممكن أختارها سريعة في المعدن الطرية إنما في بعض المعدن الطرية ما ينفعش أعمل فيها حركة سريعة علشان الريش اللي بيطلع بعد كده بيلزق في سن ألم القشط فبيؤدي إن سطح المشغولة ما بتطلعش به الشكل المطلوب لأن أنا محتاج جودة تشغيل لسطح الشغلة محتاج من أن أحافظ على الألم القطع أو سكينة القطع الموجودة على المقشطة لأن ألم القطع ده له عمر افتراضي العمر الافتراضي ده بيتحسب على أساس التشغيل المناسب لعمليات القطع يعني ما تبقاش جايب لي ألم معمول من السلب الكربوني وتشتغل به بسرعات عالية ومتدي له تغزية عالية ومتدي له عمق قطع كبير أكيد الألم ده حيتعرض لإجهادات كبيرة حيتعرض لدرجات حرارة كبيرة نتيجة الاحتكاك ونفس الوقت لازم الألم اللي أنا بشتغل به إذا كان صلب كربوني نعيد تاني صلب كربوني صلب سرعات عالية كربيدات ملبدة السيراميك والماس لازم أكون ظابط زوايا القطع اللي موجودة عندي في الألم لازم تكون مظبوطة على حسب نوع المعدن الموجود نوع المعدن طري أعمل زاوية جرف كبيرة نوع المعدن ناشف أعمل زاوية قطع قليلة طب تعالي نشوف مع بعض كده هنزبط الزوايا وحنختار العوامل الوجب مراعيتها إزاي نبص كده مع بعض بقول لي أثر عمق القطع على عملية القشط يعني عمق القطع بتاعي حيتسبب لي في إيه وأنا بعمل عملية القشط نمرة واحد إن زيادة عمق القطع في عملية القشط تؤدي إلى نمرة واحد زيادة الإجهادات التي تتعرض لها الآلة وأداة القطع نمرة اثنين بتزداد خشونة السطح الكلام ده ده كنا لسه بنقوله دلوقت تزداد خشونة السطح الشغلة بزيادة عمق القطع نمرة تلاتة يقل عمر أداة القطع نتيجة تعرض حدودها للاحتكاك الشديد عمر الحد القطع حد القطع له عمر افتراضي إذا اشتغلت به بنسب سابتة بالنسب اللي قال لي عليها مصنعها نمرة اربعة بترتفع درجة حرارة القطع نتيجة الضغط والاحتكاك نمرة خمسة زيادة مقاومة قوة القطع طالما أنا بشتغل بعمق قطع زائد يبقى أنا درجة الحرارة هتزيد وبيقل العمر للحد القطع وحيبقى عندي خشونة في السطح وحيبقى فيه إجهادات وحيبقى فيه قوة كبيرة بتأثر على الألم وحتؤدي إلى كسره نيجي بعد كده خطوات التشغيل السليم والمأمون إزاي أشتغل بطريقة سليمة؟ أول حاجة أنا قلتها لك تأكد من أنك تعرف جيدا تشغيل الآلة تكون ملم بكل حاجة في الآلة نمرة اتنين ركب أداة القطع وسبتها جيدا نمرة تلاتة أضبط رأس المقشطة على الزاوية الصحيحة نمرة اربعة أضبط طول الشوط المطلوب نمرة خمسة أضبط موقع النطاحة حسب موقع قطعة الشغل يعني تضبط البداية والنهاية بتاعتك بشكل سليم نمرة ستة أضبط ارتفاع قطعة العمل بالنسبة لأداة القطع يعني هي مربوطة على المنجلة أضبط ارتفاحها الأعلى والأسفل عشان تكون مناسبة لمن؟ تكون مناسبة لأداة القطع طيب وإيه كمان؟ نمرة تمانية أضبط بداية السطح المراد تشغيله بدايته من حيث بداية المشوار ونهايته بدايته من حيث مكانه على الرسمة اللي انت بتثبت عليها الشغلة نمرة تسعة أضبط عمق القطع المطلوب نمرة عشرة تأكد من عدم وجود عوائق أمام حركة النطاحة يعني النطاحة بتاعتي اللي هي التمساح تأكد ان ما فيش حاجة النطاحة هتصدمها يعني مثلا وانت بتشتغل في شغلة بتعمل فيها عملية قشط داخلي لازم الشاء اللي موجودة عندك اللي متركب عليها القلم الصغير وهي رايحة وهي جاية التمساح اللي مسكها ما يكونش هيخبط في الشغلة تختار حامل وسان الطويل بحيث انه يعمل عملية القشط الداخلي من غير التمساح ما يخبط في الايه؟ في الشغلة تعالى نرجع تاني يبقى انا هعمل ضبط لابداية السطح المراد تشغيله حضبط عمق القطع المطلوب هتأكد من عدم وجود عوائق أمام حركة النطاحة نمرة 11 هشغل الآلة بتاعتي وراقبها جيدا لازم ارأي بالآلة لان ممكن يحصل ان المعدن يكون فيه نتوئات او فيه رايش انا ما خدتش بالي منه فيقوم يحصل عملية كسر للألم كسر للشغلة تعطيل للمكنة نمرة 12 ازيل الرايش عند الحاجة باستخدام فرشاة يبقى انا دلوقتي انا بعمل عملية تشغيل بعد اما عملت حسابي على عمق القطع المطلوب والتغذية المطلوبة وسرعة القطع المطلوبة وربطت الشغلة جيدا وربطت اداة القطع جيدا وخدت بالي اذا كان الألم ده خارجي او داخلي خارجي حيتربط على المربط العادي او داخلي حيتربط عن طريق شاقة بحامل كل دي عوامل انا اخدت بالي منها يبقى انا دلوقتي عارفت اعمل عملية القشط وحرائب المكنة اللي انا شغال بيها طيب انا المشغولة دي دلوقتي كانت محتاجة عملية قشط افقي في مجرى طيب افرد الشغلة دي كانت رأسية وانا محتاجة اعمل لها عملية قشط رأسي طيب ده انا تمسح عندي بيتحرك حركة افقية يبقى انا محتاجة يحتاج هنا تمسح يتحرك حركة ايه رأسية يبقى انا كده هغير المكنة بدل ماقول المقشط النطاحة او المقشط الأفقية النطاحة يبقى انا عايزة اتكلم عن مقشط رأسية ودي هتتحرك رأسي اه هتتحرك رأسي طب انت عايز تعرف المقشط الرأسية هتتحرك رأسيا ازاي بدل الأفقية وازاي هتعمل عملية القشط في المشغولات وتغيرلي في شكلها ويبقى حركة رأسية يبقى تنتظروني للحلقة القادمة الى ان اراكم اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته